الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد مصر لتقديم كل خبراتها وإمكانات شركات الانشاء التلمصرية للمشاركة في جهود التنمية في السنغال وخلال اللقائه الرئيس السنغالية ماكيسال على همش المشاركة في قمة دكار الثانية لتمويل البنية التحتية استعرض مدبولي جوانب الطفرة التي حققتها مصر في مجلات البنية التحتية وفي مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية بشقيها التقليدية والمتجدد وأيضا إنشاء وتطوير المواني والطرق وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي والمونريل من جانبه أكد الرئيس السنغالية أن مصر كانت دوما نموذجا متميزا للقارة الإفريقية مشيرا إلى تحقيق مصر في السنوات الأخيرة نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية قررت لجنة السياسات النقضية للبنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% وفي بياننا أشر البنك المركزي إلى تعافي النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022 مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أن بلاده تستحق أن تبدأ مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري وأوضح زلنيسكي بعد محادثات مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فونديرلاين أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم حافزا قويا للقتال ضد القوات الروسية أكدت الحكومة الإيطالية على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني أنها لن ترسل دبابات إلى الجيش الأوكراني وأضفها تاياني أن بلاده اعتادت إرسال أسلحة دفاعية وليست هجومية إلى أوكرانيا مما يعني أنها لن ترسل دبابات لدعم كييف وشدد تاياني على أن بلاده ستواصل مساعدة كييف بكل الوسائل الممكنة لفتا إلى أنه من الصعب وضع توقعات حول كيفية انتهاء الصراع في أوكرانيا قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن روسيا لم تعد طائرتها إلى قواعدها الجوية رغم انتهاء التدريبات الجوية المشتركة للقوات المسلحة الروسية والبلة الروسية يأتي ذلك فيما أعلنت موسكو ومنسك اعتزامهم البدء خلال العام الجاري في تنفيذ برامج متعلقة بمجالي الدفاع والأمن وذلك لمواجهة الضغوط الغربية وتفاقم الوضع العسكري والسياسي في أوروبا الشرقية أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليت بيسبورن أهمية مشروع إصلاح نظام التقاعد في البلاد وأضافت أن هذا الإصلاح ليس بسيطا ولكنه لا غنى عنه وأوضحت رئيسة الحكومة الفرنسية أنه من الضرورية إجراء إصلاح للحفاظ على النظام المعاشات التقاعدية حتى إذا تم ذلك من خلال مطالبة الفرنسيين بالعمل لفترة أطول لفتة إلى أنها استشعرت حالة التردد والمخاوف والتساؤلات التي عبر عنها الفرنسيون خلال المظاهرات الأخيرة احتجاجا على مشروع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وحقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال من نادي الأهل الفوز على نظره الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على صلاة استاد القاهرة الدولية ضمن منافسات بطولة الدورية وأنهى الأهل الشوط الأول لصالحه بنتيجة 26 مقابل 24 هدف ثم تقدم في الشوط الثاني بنتيجة 25 مقابل 20 هدف وذلك قبل أن يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25 مقابل 22 هدف وبهذه النتيجة وصل الأهل عروضه القوية وحفظ على سلسلة انتصاراته في البطولة التي يتصدرها حتى الآن مشاهدين انتهى موجزة الثامنة وعد الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل